القوى السياسية العراقية بارتياب وقلق مبالغ فيه مع أي حراك كردستاني وإن جاء ضمن سياقه الطبيعي وفي إطار محصلة الحرك السياسي العام لتسميت الرئاسات وتشكيل الحكومة أمر الصعب أن تستوعب هذه القوى بأن الثوابت هي التي تدور حول محورها مواقف القوى الكردستانية الرائدة فالأصل هو الوصول إلى تفاهمات مشتركة بما يضمن حقوق الشعب الكردي والمشاركة الواعية في إدارة الدولة وكلاهما وفقا للدستور احتمام وسائل الإعلام العراقية بزيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى مدينة السليمانية في هذا الوقت وحيث الاختناق السياسي يحتاج إلى هزة عنيفة للحصول على متنفس أخذت مديات لا يمكن التنبؤ بصحتها حاليا ولكنها لا تخل من مبالغة مغرض الإثارة الإعلامية لعل هذا يفسر هرورة بعض الوكالات الخبرية إلى هذا السياسي أو ذاك أو تلك الكتلة وذلك الحزب لسؤاله عن انطباعه أو توقعاته أو رأيه بزيارة الرئيس الأقليم إلى واحدة من مدن الأقليم الذي يرأسه ولقاؤه قيادات بعض الأحزاب فتأتي العناوين تارة مشككة وطارة مرتابة وفي أخرى تحمل أحكام جزافية دون أن يخلو الكلام من نظريات المؤامرة التي أحزنت قوى بعينها يجمع هذا جامع واحد وهو الخوف من توحيد الصف الكردي ولكن هل هذا جوهريا لدى الكرد؟ إن تقاليد الديمقراطية في الأقليم تسمح بالكثير من الاختلاف في الرأي والموقف وهي في النهاية تريد أن تصب في صالح القضية الكردية من جهة وفي صالح العراق الاتحادي من جهة أخرى كما أن الثوابت التي أعتمدها الحزب الديمقراطي الكردستاني واضحة ولا لبس فيها وتعتمد إرادة الجماهير كبرجعية وأن يكون لكل استحقاقه على مستوى الأقليمي أو العراق الاتحادي وهذا هو حال ديمقراطية فلا يمكن مساواة الفائز بالخاسر وعليه فأن تحالفه مع القوى الفائز من المكونات العراقية ضمن التحالف الثلاثي الاستراتيجي أمر طبيعي وكان يمكن أن يكون طبيعيا أكثر لو سارت الأمور وفق مبدأ لكل ذي حق حقه فالفائز يشكل الحكومة ويذهب الخاسر إلى المعارضة بلا أثلاث معطلة أو أربع ضامنة في الدورات السابقة ذهب الشيعة مجتمعون باسم التحالف الوطني وذهب المكون الكردي مجتمعون باسم التحالف الكردستاني وكذلك فعل السنة فما استفدنا على أي حال لا تحتمل الزيارة تأويلات أكثر من اللازم أما الذين يصطادون في المياه العكرة فيحرضون ويتحدثون عن مؤامرة ضد الشيعة أو كلام من هذا القبيل الممجوج ولعل خيوط شباكهم بالأساس ممزقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر